الله أكبر الله أكبر من هذه الساعات دخل يوم عرفة من هذه الساعات من ساعات المغرب يبدأ يوم عرفة ولا ينتهي للحاج إلا في الليل يعني يوم عرفة وليل عرفة له غدا والليلة القابلة أن أتبع يوم عرفة لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله الحمد سبحان الله من نعمة الله على الحجاج أو في مكة دائما في يوم عرفة يكون هناك أمطار دائما لا يخلو عام إما في يوم عرفة أو قبله بيوم أو بعده بيوم أو في يوم عرفة إلا يكون هناك مطر وفي هذا اليوم يعني شاهدنا مكة ما شاء الله عليها أمطار كذلك ما نرى في نقل الأحداث يوم عرفة إلا ونشاهد الأمطار ونشاهد ما يكون فيها من رياح تنظف الأرض من القوارير ومن البلاستيك ومن الكرتون وتذهب بعض الروائح وبعد الحج يأتي شيء من الريح ينظف الأمكان ويغير رائحة المنطقة في الماضي أما اليوم الحمد لله منطقة عرفات ومنطقة مزدلفة ومنطقة ميناء كلها تكون نظيفة بقدرة الله سبحانه وتعالى وبجهود دولتنا العظيمة في الترتيبات لهذا المشعر و لهذه المشاعر عموما و لهذه الأيام من إعداد أماكن الشرب وأماكن قضاء الحاجة وأماكن الذبح والصلخ ومن تنظيم السير ومن تنظيم الرجال الأمن الذين ينتشرون في كل مكان فالحمد لله فما أسعد الحجاج وما أسعدنا أن نكون معهم بقلوبنا نعم كلنا نشتاق إلى أن نقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك كلنا ذلك الرجل وكلنا ذلك المرأة وكلنا ذلك الإنسان المسلم الذي تتوق نفسه إلى الذهاب إلى كعبة المسلمين وإلى قبلة المسلمين وإلى بيت الله الحرام ملبيين حاجين طائعين منياتنا جميعا تنتهي في أداء مناسك الحج والعمرة فعندما تنتهي في اليوم الثالث نكون استعددنا للرحيل مرة أخرى شوقا إلى بلادنا أسأل الله أن يحفظ الحجاج جميعا وأن يحفظ المسلمين في كل مكان وأن يتقبل منا ومنهم وأن نجعلنا من الصائمين يوم غد وأسأل الله أن نكون ممن يقدم الأعمال الصالحة وأن نكون محافظين على ديننا وعلى أخلاقنا وعلى عقيدتنا لا هي ساعات قليلة تفرق عن شروق يوم عرفة أسأل الله أن نكون ممن يقدس ذلك اليوم ومن يجعل ذلك اليوم في ميزان حسناته أسأل الله أن نكون ممن له أعمال صالحة وخبايا في هذا اليوم أسأل الله أن نكون ممن هناك